50 عاما بين تشرينين في السادس من التشرين الأول كانت الجبهات العربية بل كانت الجبهات العربية في مصر وسوريا وفلسطين تسطر أروع البطولات في مواجهة العدو الغاصم وفي السابع من تشرين الثاني وبعد خمسة عقود من الأولى تنتقل الجبهة إلى عمق كيان الاحتلال لتذيقه الويل وتحطم أسطورة رعبه الفارغة مقاومون ينطلقون من تحت الأرض ليغيروا المعادلة تماما وصاحبوا الحق غير ملام حق المطالبة بالأرض والدفاع عنها لذا تقف الشعوب داعم للحق الفلسطيني وفرح بالانتصار الذي حققت مقاومته الشجاعة وأكثر الشعوب ارتباطا بهذه القضية وشعب العراقي الذي يعبر دوما عن مواقفه الداعمة والمساندة من دون مغاربة نصر الله الشعب الفلسطيني وأبعد عنهم البطش والإجرام الصهيون مواقف الشعب العراقي ثابتة تجاه القضية الفلسطينية مهما مر الزمان مرات البعض إراهن على عامل الزمن من الأجيال الجديدة مرح تعتم بهذه القضية أو ما مطي للقضية ذات الاهتمام التي تستحق ولكن بالحقيقة القضية الفلسطينية تعيش في ضمير الشعب العراقي شفنا حجم التعاطف اللي أبدى العراقيين في هذه الحرب اللي بدت في فجر السابع من تشرين الأول واللي سطرت بها المقاومة الفلسطينية بطولات كبيرة رغم آلة البطش والقتل الصهيوني ولكن الفلسطينيين كسروا المعادلة بهذه المفاجئة وكانت الفرحة العراقية كبيرة مواقف العراقية بالشارع العراقي تعكس ارتباط العراقيين من القضية الفلسطينية على أخوتنا في الشعب الفلسطيني الأحبة الصامدين إن شاء الله نحن معكم قلبا وقالبا تواصلوا واستمروا في كفاحكم ونظالكم من أجل أرضكم وأرضنا أرض العرب فإحنا كشعب عراقي نظام للشعب الفلسطيني يا ريتز ماكن ندفعوا ياهم كتضحية وكفيدة للشعب الفلسطيني بارك الله بجودهم ألف رحمه النور على الشهداء اللي ضحوا ماكوا القوم بهذه الثورة والله رسالتنا كشعب العراقي وحتى شعب الكردي بصراحة إحنا نحب الفلسطينيين يرجعون للبلد مالتهم للأرض مالتهم لأنه بالحقيقة بصراحة قبل سبعين سنة هذا الأرض أرضهم هذا أرض الأم مالتهم وهذا بلادهم تحية الأهلنا في فلسطين كقلوب ومشاعر ومحبة واحتزاز لهم ونحن نعيش اللحظات معهم وإن شاء الله إذا دعت الأمور وإذا كانت هناك حكومات أبية نحن سيوك مشرعة وسوف نلتحق معهم من الديوانية مواطن يعاني من الفقر هذا المواطن كان منتصف في الحجد الشعبي وأثناء عودة المفسوخة عقودهم ما شمل القرار فما رجع وما مقدم يعني يمكن هو اللي ما مقدموه اللي رجعوا للخدمة فيرفع مناشدة عبر الهاتف وعبر صوت عراقي أو عبر الفرات أنا مسؤول قافلة من الفين واربعة عشر إلى الفين وواحد وعشرين هاي أوراقة تثبت تثبت مظلوميتي وتثبت غراضي وتثبت آني أطلعت بالوقت الظلم الظلمت آني الله ما يرضى بي أنا صاحب سجهال وقاعد بيت بالإيجاب جماعة كلهم اللي عنده عريف اللي عنده واستوصار أنا ضلت على توقيع الحاج فالح الفياض المحترم يعني أنا وين أروح أروح أبوك يعني من خادمي العسين إلى مجريم اتن ما ترضونها يعني أنا أسئل من الله أن السمعون صوتي حالات الإنسانية كثيرة في الواقع العراقي حالة أحد العوائل اللي عندهم فقط طفلة مريضة بمرض السكري حالتهم المادية جدا ضعيفة لذلك يطالبون بالمساعدة من قبل الجهات المختصة هاي وضعيتني شوف حتى سلاجة مثل العالم ما عندي شوف بابها واقع مكسرة هاي الحمد لله وشكر شوف غراضي بالقاع ما عندي معنا صاحبة الحالة السلام عليكم السلام عليكم أهلا ومرحبا والله أنا عندها هاي بريضة بها السكري ما عنده معين زيان احنا حتيننا عن وضحها شنو والله بيها السكري أمرها عشر سنين زيان ايو ما عندي بسايق طفلة وانا اسمنا أمرها عشر سنين وفضولة عملنا بو هاي طال لعشر سنين زيان ايو وانا نتغرفين يعني أبو السكري رادة مصاري فهاي وانا مرة ما عندي زيان زيان المعين للعائلة منو آني بس انتي ايو بس تاني ياها ما عندها حد ايو عبو الطفلة يعني ما موجود ما موجود المصطولة عنا فعد عشر سنين ها زيان منو معايشكم ها منو معايشكم والله عد راتب رعاية ومركبتيني مراتب الرعاية المن يريدي يصير ايو والله ما يكبتيني يعني يروح كلها للعلاج واني الطفلة وعوض وعالم هنالرحم ترحم زيان ايه حابة ترفعين مناشدة عبر الفرات وصوت عراقي ايه ايه وانا مو عندي يعني كل الشحالتنا بعيدة الله يساعدكم ايو والله زيان شو هي متاخد علاج هي بس بيها سكر اي بيها سكر زيان هي على العلاج اكيد ايه انسولين تبرض بها انسولين زيان هاي تاخد الحصة الدوائية من المراكز الصحية لو انت توفريها لها شون حصتها تاخدها اكو حصة للامراض المزمنة بال المراكز الصحية ايه تسمي بس انسولين واني بتعطي كل الشري يعني هي تحتاج غير الانسولين بعد ايه ايها تتامينات ايها مقويات ايها ترنجات ايها كل شي يعني علاجة بالسكة وانتي ما تتمكنين لكل هاي التفاصيل لانه ما عندش فقط راتب الحماية اللي عايش عليها ايه بس الراتب فقط ما عندي زيان اه مااني اشكرش وان شاء الله توصل هاي المناشدة زيان احنا عدنا مناشدة ايضا من مدينة بسماية اه اكو مشكلة بالمدارسة الابتدائية يعانون من نقص بالكوادر التدريسية الان اتصال من ابو محمد سلام عليكم سلام عليكم شونا اهلا ومرحبا ابو محمد الله يخليش فتة احنا عدنا مشكلة اكو عدنا مدارس من ضمن المدرسة الرحيق الابتدائي زيان المدرسة تعاني من نقص بالكوادر التدريسية يعني ونقص حاد بحيث المدرسة يعني قايرة عبارة عن طالب يروح يكمل يعني دوامه ويرجع بدون اي تدريس وخاصة من المراحل هي ابو محمد ببسماية كم مدرسة تقريبا هي هواية مدارس ببسماية بس وشنو النظام ببسماية المدارس موزعة على المجمعات يعني كل مجمع الى المدارسة الخاصة بي ها فمدرسة الرحيق خاصة بمجمع بيتو المدرسة ابتدائية يعني للأولاد ومو للبنات المدرسة ما بها كوادر لا معلم صف أول ولا معلم صف ثاني ولا معلم صف ثالث بحيث هاي المراحل اللي تحتاج للتوجيه للتعليم يعني طبعا مدير المدرسة ساذي آخر جاي راجع مديرية الرصاق الثاني اللي هي مرجعة قايني لأنه احنا منسيكم خمس معلمين لهاي يعني لسد العجز طيب بس وقت مو هاي بداية السنة الدراسية هم المشكلة هسا لا التربية فات قد كلامها ولا وزارة التربية مهتمة للموضوع والذنب الطلاب المراحل الأولى يعني مرحلة طب أول ابتداء يروحي يبقى هناك قاعد وبعدين يرجع كل شيء ما ياخذ أي دراس زيان أنا بس أريد سأل سؤال أبو محمد اللي تعين بداخل بسمية إلا من سكرات بسمية لا مو شارك مو شارك زيان هاي الوجبة الأخيرة ما للتعيينات والتثبيت والعقود والأجور ولا شملت مدرسة عندكم ما أعرف والله أنا بالنسبة للملاكات التربية ما أعرف وشون تقسيماتهم بش هو يعني إحنا شلون يفتحون مدرسة ويخلون بها طلاب ويما بيقى كوادر يعني شنو فايدة المدرسة بدون كوادر خصوصا السنوات الثلاثة الأولى اللي احنا دائما نركز عليها بالتربية والتعليم بالضبط الأول والثاني والثالث أقصد بها طبعا طبعا نحن مناشدتنا عن طريقكم مش هالله يعني سوصل المديرية تربية الرصافة الثانية حقرا ولوزارة التربية أنه تستمي في هاي مدرسة يعني احنا من جانب من جانب أبو محمد نسمع أكو فائض وبعد مريت كوادر تدريسية لأنه المدارس بعد ما تستوعب من جانب آخر أسمع من حضرتك وأسمع أيضا من متصلين آخرين من مناشدات توصل أن أطراف بغداد أو مناطق حتى في قلب العاصمة بغداد أو في شرق بغداد تعاني بالنقص بالكوادر إذن أكو تناقض كبير بالتصريحات التناقض المشكلة شنو أكو هو كثافة بالتعين بس سوء بالتوزيع سوء بالتوزيع نعم صحيح بس سوء بالتوزيع يعني هم أنت أكو مدارس تلقين بها فائد وتلقين بها هواية معلمين وأكو مدارس ما بها فواتف وأكو معلم يدرس كل المواد هاي طبعا بأكثر من مدرسة أنا شفتها يعني أبو الإنجليز يدرس رياضيات ويدرس فيزيو ويدرس كيميا هاي المشكلة المشكلة بالتوزيع الريد مناشدة وريد اجتماع بفاعد الموضوع يوصل يوصل صوتنا شاء الله أبو محمد شكرا الله يسلمك الله يسلمك شكرا جزيلا حالات بعض الحالات يعني اللي عرضناها مثل حالة الطفلة اللي بها مرض سكري تحتاج للتدخل من قبل الجهات المختصة ثانيا من قبل الفرق التطوعية والمنظمات والجمعيات الخيرية اللي تعنى بالكفالة الاجتماعية جهود أصحاب الخير وعمل الإحسان كبيرة ولكن بصراحة مرات ما توصلهم الحالة بشكل سريع أو ما تقدر تغطي كل هاي التفاصيل أقصد هذه الحالات طبعا من خلال الإعلام وتسليط الضوء على مثل هذه الحالات أقصد بها حالة الطفلة ممكن يوصلوهم ويمدون يد المساعدة والعون لهم وبالتالي يرفعون بعض الثقل عن كاهلهم في ذقار هناك عدة جوانب منها الخدمات اللي تتفرع إلى عدة ملفات الجانب الثاني موضوع الأمراض المستعصية والسرطانية اللي تعاني منها المحافظة ويمكن احنا في أكثر من مرة كان عندنا محور عن هاي التفاصيل وناقشناها كثيرا وهي بحاجة إلى حلول سريعة موضوع الخدمات يطالب المواطن دائما بتوسعة الشوارع ليش لأنه صار أكل ضغط جدا كبير على الشوارع سواء في بغداد أو في المحافظات فالتوسعة صارت ضرورية استحداث شوارع جديدة مجسرات جديدة أنفاق أيضا جديدة من أجل سحب الازدحام بالشارع بموضوع الأمراض السرطانية المواطنين يطالبون بإنشاء مراكز تخصصية لأنه حتى إذا عدنا مراكز تخصصية فهي يعني ما تفي بالغرض مطلقا على الرغم من أن محافظة ديقار شهدت حركة عمار تمثلت في إنجاز مجموعة من المشاريع الخدمية فيها وتعبيد العديد من الطرق والشوارع خاصة في أحيائها وأخضيتها ونوحيها إلا أن المحافظة ونظرا لتساع رقعتها جغرافية فهي رابع أكبر محافظة في العراق ونظر التوسع العمراني والزخم السكاني فيها فهي بحاجة إلى الكثير من المشاريع الخدمية خاصة فيما يتعلق بتعبيد الطرق والشوارع وإنشاء المجسلات شمال الناصرية كل الإعمارة قليل فأطمح من الحكومة المركزية والحكومة المحلية أن تنظر إلى ديقار النظرة خاصة بصراحة لأنها مدينة عريقة مدينة مدينة كبيرة أعداد سكانها هائلة ونطمح من الحكومة كذلك أن شوارع رئيسية خارجية أم شوارع قليلة وإن وجدت أنها شوارع مدمرة سنة بعد أخرى تزداد نسبة المصابين بالأمراض السرطانية في العراق وذيقار ومن المتوقع زيادتها للضحف في السنوات القادمة حسب مختصين والأسباب مختلفة يقابلها محدودية في الخدمات الصحية المقدمة لهم نتيجة عدم استيعاب المراكز الطبية المتخصصة وعدم وجود مستشفى متكامل للأمراض السرطانية في المحافظة نهيك عن ندرة وغلاء الأدوية والأجهزة المتخصصة لعلاج هكذا أمراض مميتة ما يضطر بعض المرضى وذويهم لتحمل عناء السفر والتكاليف الباهظة للعلاج خارج البلاد الأمراض السرطانية سبب انتشارها هناك سببان رئيسيا السبب الأول هي أسباب قديمة كما هو معلوم أيام نظام المقبور تم ضرب وقصف العراق بصورة حاملة ومناطق ذيقار بصورة خاصة بمادة اليورانيا والمنظمة التلوث المنبعث من المنشآت النفطية طبعا باعتبار المنشآت النفطية هي تعمل بنظام تشغيلي قديم ربما هذا النظام منتهي عالميا والغازات المنبعثة من محطات الكهرباء الطريقة العلاجية هو إنشاء المطالبة والمطالبة الجدية بإنشاء مركز لعلاج الأمراض المستعصية في محافظة الذيقار والمفضل أن يكون اختيار للمكان في مناطق خضراء بعيدة عن مراكز المدينة عبر الهاتف من بيقار الناشطة الاجتماعي السيد علي مهدي أهلا مسافر سلام عليكم أستاذ علي بالنسبة لواقع الخدمي تقييمكم بشكل عام في بيقاح وعليكم السلام سيده ورحمة الله وبركاته أهلا بيكم بالله الرحمن الرحيم وقل عمله وفضل الله عملكم ورسوله ولمؤمنين شكرا جزيلا لقناتكم البراقب مدينة النطرية مدينة عريقة مدينة كبيرة تعاني الأمرين في الواقع الخدمي والواقع الخدمي مشاريع قليلة بالنسبة للمساحة الكبيرة وإن وجدت وبطيئة طبعا دي قار عامة والشطرة خاصة بحاجة إلى المستشفيات المستشفيات سرطانية إلى العلاج حتى شوارعنا الرابطة وباقي المدين مدمرة أخيرا كثرة كثرة الأمراض السرطانية في النطرية وفي الشطرة خاصة الرجاء من الحكومة المركزية في بغداد النظر إلى ذقار وإلى الشطرة من نظرة من نظرة الخدمات نظرة الصحة نظرة مستشفيات نظرة بناء نظرة أعمار هذه الشريحة تستاهل تستاهل الأحد ينظرننا من الحكومة المركزية والحكومة الذقار لذلكم الله الخير ممنون علي مهدي نعمة المستخدم أنا أعدي محاور كثيرة مع حضرتك أستاذ علي أدسيلك عن موضوع الجفاف أيضا وتأثيره وآثار على المحافظة طبعا موضوع الجفاف موضوع مهم أولا ذقار مدينة زرائية تأخذين الآن الجفاف العام في ذقار في الأخوار في مناطق من النخيل المتاهل البساتين وليحد الآن لا حكومة مركزية تحركت ولا حكومة محلية تحركت فالناس جاي تعاني الأمرين أصحاب الحلال أصحاب الجاموس أصحاب الناس جاي تعاني الأمرين إنشحت المياه طبعا نعم بالنسبة الواقع الصحي كيف تقيمه بالنسبة لما هذا ذقار الواقع الصحي صلى الله أمر من الأمرين سرع بس ننظر إلى شمال ذقار ما بيها أي مستشفى الحالة تصير المصابي يصير الحالة يصير للناصرية الناصرية هم قليلة للبصرة وهكذا بس الشطرة قائلة عندنا مستشفى من 69 لحد الآن عندنا مستشفى الحوراني لحد الآن ما كان القرب الياباني لحد الآن ما كان تروح للمستشفى علاج ما بوس يعني بوس المدينة بوس مدينة ما 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 هذا البوس غير إلى حلول الحلول الحلول بيد الدولة الحلول بيد الدولة المفروض الدولة تنظر الواقع الصحي تنظر الواقع الصحي ما نظرة الواقع الصحي تتماكن والحلول شون برأيك الحلول للإقار عام أنت ابن مستشفيات مستشفيات السرطان مستشفيات كبيرة في شمال ذيقار ظال أبعد علاج ما كو سونار ما كو رنين جهاز رنين ما كو ظال العالم يا ظال لا أحول ولا أقوض بالنسبة للمراكز الأمراض السرطانية عفان الله وإياكم كافية بالمحافظة أستاذ علي عفاك الله من هذه أمراض وعفا المستمعين من هذه الأمراض الله لحد الآن أولا كثرة الأمراض السرطانية في المحافظة لحد الآن لحد الآن جاء يرتب العالم علاجات للناس الخيرين الله وكيف اشتبعات ما ما راقع مر الناس ماتت الناس ظال في بيوتها ومقاعدة ما علاج أقصد العلاجات مات مو علاج سرطان كبرى ما علاج السرطان المحافظة بالمستشفيات المهروض ست وزاعة الحكومة المركزية البعض أن تنظر إلى ذيقاء نظرة خاصة هذه المدينة المضحية مدينة الشعراء مدينة الأدباء مدينة التوراة هذه المدينة الأزرية العريقة ما ما ست يعني مدينة ضال ضال حطام زين أسباب السرطان تلوث والنفط على رأس القائمة كيف بالإمكان يتم التخلص من هذه الأسباب تلوث على رأس القائمة طبعا أولا تلوث الشركات النفطية ثانيا بإخطار ضربت بالتحالف وضربات البيطار وبقت لحد الآن مهاكة غير منظمة بيدي لحد الآن بيها شعاعات باقية لحد الآن ما في دولة نظف الشالة الأنقال القديمة لحد الآن الصحابات ما أبقى بالنهواية بالشدرة وبإقار بالغراب بالدواية لحد الآن الصحابات باقية أشكركم سيد علي مهدي على مسافر شكرا جزيلا من بابل والواقع الخدمي في المحافظات اللي يعاني من بعض التفاصيل يطالب المواطنين بتحسين هذا الواقع حقيقة احنا اكثر يعني اللي نعاني منه كمنطقة في ناحية القاسم قضاء القاسم وقضاء الهاشمية هو يعني الشوارع غير المعبدة الشوارع غير المعبدة وخصوصا في مركز المدينة يعني انت هس لو تروح المركز مدينة القاسم بالقرب من الإمام تلقى شوارع محفرة يعني أصلا ما مبلقة ولا مار بها تبليط تلقى مثلا مياه آسنة نهر القاسم اللي يفوت يعني يشق المدينة الى شقين هذا مياه آسنة يعني سوداء نهر سوداء أي مواطن بسيط السيلة خصوص الخدمات تكون عنده ممكن تكون عنده رؤى وعنده أفكار كثيرة ولكن ما ينقصنا هو الأبحاث أو الستراتيجيات لحد الآن كحكومة محلية وحكومة اتحادية عدنا تأخر بهذا الموضوع أنه ما عدنا مراكز تخطيط ستراتيجي مراكز أبحاث تضع الأولويات موسيقى موسيقى للحديث أكثر معنا القانوني سيد سجاد أو ساجد الطائي سلام عليكم موسيقى 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 بسم الله الرحمن الرحيم بالبداية حقيقة نشكر قناة الفرات الفضائية على تسليط هذا الضوء على هذا المواضيع المهمة والحساسة والتي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر مشكلة الخدمات في محافظة بابي الحقيقة هي مشكلة عامة في العراق وبابل ليست استثناء عن باقي محافظات العراق فبابل تشكو حقيقة في الخدمات البلدية نقص في الخدمات البلدية والخدمات الصحية والخدمات التربوية ومثل ما تعرفين أن هذه الخدمات هي من الضروريات وهذه الخدمات بالإمكان حقيقة تحسين منعدها وإعادة تأهيلها بشكل أو بآخر ولكن يحتاج إله الإرادة من الحكومات المحلية ابتداء المتمثلة حاليا بالمحافظة وعصيد المحافظ ومدراء الدوار المعنيين وكذلك الحكومات المركزية من خلال دعم محافظة بابل بالموازنات السنوية لتأهيل هذه الخدمات هذه الخدمات حقيقة في بابل في جزء منعدها تتكرس وبشكل واضح وملحوظ في كل مراكز مدن الأقضية والنواحي بخلاف باقي المناطق خارج مراكز المدن وهذا يشار إلى واضح من كل عامة الناس وبالعكس المفروض الخدمات في هذه المراكز المدن في الأقضية النواحي المفروض تكون مضاعفة عن خارج المدن باعتبار الخدمات هذه في مراكز المدن تكون خدماتها خدمات عامة ولا تختصر على فئة أو شخص معينين وأنها تشمل كل أبناء محافظة بابل إنشاء جسر في المحافظة في مركز المدينة يخدم كل بابل ويخدم باقي المحافظات إنشاء طرق ستراتيجية وحولية يخدم كل أهالي محافظة بابل والمحافظات الأخرى إنشاء المستشفيات الكبيرة والمجهزة بكل الأجهزة الطبية الحديثة يخدم كل أهالي محافظة بابل إنشاء المدارس والكليات في هذه المراكز المدون يخدم أيضا كل أهالي بابل فبالتالي أنا أقول أصفها أكو عدم عدالة بتوزيع هذه الموازنات بين هذه الأقضية والنواحية حيث هذه الخدمات تكرست بشكل وآخر في مناطق محددة لسنوات طويلة ونحرمت من عدها مناطق وخاصة مراكز المدون لسنوات طويلة يكون كحكومة محلية أو كرأسة وزراء تأخذ هذه الأمور بنظر الاعتبار في المستقبل في الوقت القريب إن شاء الله ونحن مقبلين على انتخابات مجالس المحافظات يكون تنظر هذه الأمور في الفترات الحالية والسابق اللاحقة إن شاء الله واقع المدارس والواقع التربوي أيضا واقع المدارس التربوي نشكو من عدة بشكل موطة بعسة المدارس نشكو من قلة المدارس في محافظة بابل ابتداء عن القلة وسوء التوزيع أيضا مشكلة ثانية سوء التوزيع وإن وزعت وإن وجدت أيضا نشكو من إهمالها ومن الأبنية الآيلة للسقوط وإذا هدمت الآيلة للسقوط أيضا نشكو شكو أخرى إن هذه المدارس اللي تبقى لسنوات حتى تنشأ بابل يعني مع الاحترامات إلى كل المشرفين على هذه الخدمة خدمة يعني مؤذية للطلاب المدارس دوام ثلاثي الكتب مثل ما تعرفين والسمعتين والكتب لحد الآن هذا إحنا مع بداية الموسم الدراسي الحالي وطلابنا توجهوا لهذه المهمة حاليا لحد الآن ما توزعت لهم كتب أو توزعت في شيء بسيط الأبنية الموجودة حاليا ما تتوالم مع كثافة الطلاب بابل تحتاج إلى تقريبا إلى 500 مدرسة أكو مدارس حاليا إحنا نشير إلها أسأل على أنه يتخذ إجراءة بخصوصها مدارس البناء الجاهز اللي هنا أعتقد 31 مدرسة أو أكثر أو أقل وهذه المدارس لحد الآن نسب الإنجاز بيها 50 60 70 تصل إلى 90% وهذه المدارس اللي تركها لفترة كثيرة تآكلت أكلتها الملوحة والرطوبة وبدأت جزء من عدها بدأت آكل الأساسات مالتها بالتالي هذا راح يأثر على هذه الأبنية وبالمستقبل القريب راح هماتي أن تتعرض إلى الهديم أو إذا ما صار قرار بتمشيتها على هذا الوضع فهي طامة كبرى الأساسات أبداً مصحيحة نحن ندعوهم أن يستعجرون قضية هذه المدارس كونها مهمة وتحل مشكلة جزء بسيط من هذه المشكلة في بابل أما إذا نشير إلى البلدية فالبلدية حقيقة المشاكل اليوم ليس مشاكل إدارات ومشكلة الإدارات فقط في التبديل وكثرة التغيير المدراء ولكن هناك مشاكل حقيقية نشكو من عدها في بابل هو قلة الآليات ومستلزمات التنظيف أو بعد كذلك نشكو إلى قلة الكوادر الكوادر الخدمية الدنيا الكوادر الدنيا الضرورية في كل دائرة من دوار الدولة اليوم في بابل بالتعليم نشكو من هذه الكوادر في البلدية نشكو في الصحة نشكو المستشفيات تملأها الأوصاخ والجزء من الأتربة وهذا سببه ماكو كوادر الدنيا كل الكوادر اللي تم تعينها كلها كوادر وسطية أو عليا وحتى كوادر الدنيا اللي تعين بعد فترة يأهلوها ويخلوها بمصاف الكوادر الوسطية والكوادر الوسطية والعليا فبابل يعني هاي حالها بخصوص هذه الخدمات من بلديتها وتربية وصحة فشكرا على أنه هذا الموضوع أخذ اهتمام قناتكم وهذا موضوع مهم حقيقة تشكرون عليه أقضية محافظة بابل أيضا سيساجد نعم الأقضية حقيقة بشكل عام أنا شرت إليها بداية حديثي كل مراكز المدن في الأقضية والنواحي كلها تشكل إهمال وهذا يعني أما العاكس كل المراكز الأقضية والنواحي خارج المراكز المدن كلها مخدومة خدمة وكلها صار على حساب هذه القضية المراكز يعني أنا هيت أقول نحن في وقت سابق في نظام سابق كانت أكو شيء اسمي سحولة المركزية وهذه المركزية حقيقة كرست جزء من هذه الخدمات وكل هذه التفاصيل كرست فيه جزء من المحافظات وحرمت محافظات أخرى بعد تغيير النظام والتحول إلى النظام اللامركزي وجدنا أكو مركزية تشابه المركزية السابقة داخل كل محافظة داخل كل محافظة أكو مركزية خلاف القانون وخلاف النظام اللامركزي اللي إيجابي النظام العراق الحديد بحيث ركزت هذه الخدمات بشكل مركزي في مناطق محددة وهذه الخدمات ركزت بسبب يعني بشكل أو بآخر هو سبب جزء من عدها هو عدم عدالة النظام الانتخابي وتركز المرشحين في أماكن محددة من محافظة بابل وبالتالي خدمة هذه المكانات باعتبار أكو أعضاء مجالس أو مسؤولين حكوميين من خلال هذه الانتخابات أو من خلال التعيين فبالشكل أو بآخر خدمة وهذه المناطق أما المناطق اللي حرمت من هذه التمثيل اللي هي على سبيل المثال المدن ومراكز المدن فبالتالي لأن ما بيهم ممثلين ما صار أنه تخدم بصورة صحيحة فإن شاء الله خلال هذه الفترة يتم أكو مشاركة قوية بهذه الانتخابات القادمة إن شاء الله ويتم قير هذه المعادلات الظالمة وكذلك إن شاء الله أكو نظرة من رأس الوزراء بخصوص العدالة توزيع العدالة بين المحافظات وبين المحافظة الواحدة بين الأقضاء والنواحي وأكو إشارة بعد أيام إن شاء الله تفتح تعينات هاي التعينات ما وزعت بشكل صحيح أعتقد هاي أول مرة يتم اتباعها وزعت على الأقضاء النواحي وحسب النسبة السكانية سابقاً كان تفتح لكل المحافظة طيب فتكرس في مكان وتحرم في مكان اليوم توزعت بشكل عادل حسب النسبة السكانية نعم أكون تمام تمام العافوة ستستضرق شكراً رحب تكمل هذه النقطة تفضل سيد ساد يعني أنا أتمنى أقول يعني يكون الأموال أيضاً والموازنة أيضاً اللي تيجي الموازنة أيضاً هم تكون أكو عدالة بتوزيعها وفق النسبة السكانية بين الأقضاء والنواحي على مودي تكون أكو عدالة بالتوزيع هذه الخدمات وعدالة بالاستفادة من عدها بشكل عام من جمهورنا في بابل شكراً لحضرتك شكراً جزيلاً منصة صوت عراقي من محافظة كاركوك كل شهر تانيزل على الكي كارك مالتنا كل واحد تانيزل راكو هذا الشهر تم قطع الرات وتم مراجعنا الدوائر المعنية وراجعنا دائرة التقاعد قالوا ما عدنا مشكلة والرات الحازمة رجعنا راجعنا المصرف المصرف قال أنه أكو عدكم سلفة بأمة صاحبتها في تاريخ 2019 زيلاً الآن يطالبوننا بدفع المبلغ لقداً حصراً كاش وهو البالغ عدده 4 ملايين وتفاثر وثمانين أم لا يقبلون بالتقسيد ولا يقبلون أطفاء السلفة وعلماً أنه أهل المعلوم عندي أنه المتوفين يكلم أطفاء السلفة التابعة لهم فأناشد الجهات المعنية عن نظر في وجهتنا وإحنا طلاب وأمس الحاجة لهذا الشيء وخصوصاً أنه إحنا كنا قاعدين إيجاق مثل أي مواطن من كاركوك صدمنا بالأخبار الأخيرة التي تحدثت عن أسعار المولدات التي في الحقيقة وجدناها تتنافع وتختلف مع الواقع كون الكهرباء الوطنية جيدة جداً أسعار أراها مشحفة جداً للمواطن الكاركوكي خاصة نمر بوضع اقتصادي يعني مجهدين الناس من الوضع الاقتصادي هذه التسعيرة ما تتناسب مع قوت يومهم الدولار في صعود الكهرباء متحسنة أكو علامات استفهام كثيرة جداً يعني نحتاج من المحافظة ومن المقام أن يوضحها للمواطنين على أي أساس منية هذه التسعيرة الكهرباء ما شاء الله زينة الجو تحسن فقدان القدرة قال التسعيرة هذه على أي أساس منية ما ندين اصال من حيدر سلام عليكم أهلاً ومرحباً تفضل الله يسمي السيد أهلاً أنا منذو الشهداء حيدر الشحب نعم أي منو كنت داوم والدي ستشل بحضر في 2014 كملت استمارتي وكل شيء مكمل يعني وموافقين على اسمي بالوجبات نشره من الوجبات تقريباً 30 ألف مقاتل وأنا قالوا أولاد الشهداء من الأولوية الحد الآن أنا ما راجع شنو وجبات؟ نعم كم وجبة الآن؟ كم وجبة الآن مشت؟ نعم ست كم وجبة مشت واسمك ما طلع؟ النشره هو 30 ألف مقاتل وهم مجقد مجموحهم؟ هم المجموح تقريباً من 90 ألف يعني بعدك وجبات؟ نعم ست هو الموافق عدد 30 ألف بس قال مهند العقادي أستاذ مهند العقادي قال من الأولوية اللي هم أولاد الشهداء والجرحة راجعت أنت؟ نعم راجعت استمارتي موجودة ست وين المشكلة لها؟ المشكلة أنه ما أعرف كم المشكلة ممكن تكون إجراءات؟ الإجراءات أنه انتظر وانتظر حفرة ما كون انتظر طيب إذا تحب وجه مناشدة والله مناشدتي للإستاذ صالح الفياض وبضياء الصغير وكل شخص يعني في هيئة الحج الشعبي أنا جدي أعالي بنشهيد وهم قاعد سكن تجاوز وإيجاب بيشهد من الشهيد علي قاسم علي داخل بالـ 2014 تشهد على لواء الـ 46 بعمل يأجب بالصغير أنا أشهد أنه مجرد بس أرجع للتوام بس العودة أنا أشكرك سلام الله يسلم السيد شكرا جزيلا شكرا جزيلا ينتهي صوت عراقي سلام عليكم ورحمة الله